الوضع النفس إلى الحكومة الإسرائيلية بزعامة نيتانياو هن في حالة تخبط إذا هن ما حسنوا على حماس بدان يحسنوا على دولة مثل إيران يعني هن مانون أخبياء يعني عرف كيف للموضوع هذا أخي شوف إدارة الصراع بحالة سمارت باور مع الهارت باور صعبة كتير عرف كيف وهي أصعب عندما اتنين جيوش على الجبهة بتشابكوا هيديك حرب أما السمارت باور والهارت باور استعمان هذا بيبدوا أعصاب وبيكلف كتير وقالوا مصطلحات خاصة يعني هذا الصراع الصراع على الجبهة مصطلحات خاصة كمان وقالوا وضعية نفسية خاصة أخي نحن بوضع شوف هذه المنطقة فلسطين مقدسة لسالوس ثلاثة ساعة بتكون بإيد واحد وهذا بيكون متغطرس هدولة بدون يهجموا على هذا أحيانا هيده بتلغي واحد من هدول هذا التالت بيكون الانترنتيف يعني بيكون عم يقوم يعني شو أصدي شوف من 1880 إلى اليوم أنا هيق بقراءة يعني بهالفترة هده كانت فلسطين بإيد العثمانيين والعرب المسلمين والمسيحيين يجوا اليهود عرفت كيف حاولوا يلاقوا الطريقة يعيشوا معهم كانوا رفض 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 الحرب الأولى طارعت الخلافة العثمانية يجوا أبدا كمان يهود يا سيد الكريم كانوا عايشين بسوريا وعايشين بفلسطين نعم نعم يجوا من بره يجوا من بره هذا شيء آخر هذا شيء آخر يهود يهود موجود في كتب أنا ما أحكي من عندي في عيدي طبعا يعني قل دمائل كان تفتخر أنه كان معه جواز سفر فلسطيني عرفت كيف هذا شو أدى وكان المجتمع الفلسطيني مقصوم قسمين لكن موجود هنا يعني في أحزاب وفي عرفت كيف الجبهة الوطنية الإسلامية والمجلس الإسلامي الأعلى يعني كان قسم منهم بدهم أن يلاقوا صيغة حياة مع اليهود حتى لو جايين عرفت كيف هربانين من ظلم أوروبا وفي القسم الثاني كان رافض رافض خطير شو صار هنا سعد شعروا هدول اللي يجوا من أوروبا على فلسطين وهيدي أنه مرفوضين عضويا في المنطقة واستعملوا القوة يعني صارت عدة مقتلات يهودية ضدهم شو عملوا هدول راحوا شكلوا الميليشيات المعروفة الهاقانا والماغانا ردت فعل على هداك شو صار هنا ردت فعل على مين عفوا نعم ردت فعل على مين ردت فعل ما صار شو اسمه يعني مقتلة معروفة 1929 الفلسطينية طحشوا على هايدي قتلوا 30 واحد يهودي بس ما نحن ما بيحكوا فيها الجهة العربية ما بيحكوا بس بيذكروا ما جازر دير ياسين 30 واحد عبارة عن شجال ممكن وليست تصفيه الله يخليك وليست تصفيه وليست بقى ما يحاول نعم أنا ما مع الإسرائيلي ولا مع الفلسطينية أنا ما اشرح لك كيف التطور اقتنعوا هدول الجماعة انه هذا الرفض العضوي للإسرائيليين لا يمكن الاستمرار بهالطريقة مراحوا التجأوا للعنف العنف أدى انه العرب خسروا فلسطين بـ 48 هذا واقع ما مزبوط صارت السلطة بمين بإيد الصهينة هدول يعتبرون البتكون هدول بإيد الصهينة من 1948 إلى اليوم هدول شاهدوا انه في أمامهم مقاومة اسمها أنا هيك سميتها المقاومة العربية السنية الجماعة تايد الجماعة الانتليجنسية الخلقة بإسرائيل قالوا هذا العدو الأول تتبعنا هم المقاومة السنية العربية دلوا علي إلى أن أسقطوها عام 2006 يعني كان آخر مقاومة سني عربي للمشروع الصهيني صدام حسين في هالفترة هذي كان عم يصير مخاض انه جاي مقاومة جديدة انترنتيفة جديدة مقاومة جديدة بعدما هدوكس رفعوا العشرة قبروا يعني الصهينة انتصروا مع المحافظين الجدود وكل هذا التيار عرف كيفه وكيسنجير وإلى آخره انه المقاومة العربية السنية يقبروها قبروها مع صدام حسين بهالفترة هذي كان عندك مخاض مقاومة جديدة اللي شايفينها أمامنا المقاومة الشيعية بزعامة إيران المقاومة العربية السنية كان مين وراها الاتحاد السوفيتي كمان سقط الاتحاد السوفيتي هذا التيار اجتوا سعادة انه انتصروا انه المقاومة العربية السنية بمساعدة الاتحاد السوفيتي وطمعوا ما طمعوا ما بعرف شيء في باحث يعني ومفكر عسكري اسرائيلي اسمه جاك نيريا من أصول اللبنانية هيك وصف الزهاب الاسرائيلي إلى جنوب لبنان على انها كانت فترة السياسة الاسرائيلية الحمرانة حمرانها عرف كيف بها الفترة انت لاحظوا عندما انسحب الجيش لبناني عام 2000 عام 2000 من جنوب لبنان بانتصار بعدين 2006 هون تمخض مقاومة جديدة عندما العالم السني العربي رفع العشرة رفعوا العشرة باتفاءات ابراهام وكل هذا أنا أعتبر المقاومة السنية العربية بزعامة الاتحاد انتحد بدال البديل اللي هي اسمها المقاومة الشيعية بزعامة ايران ومن وراها روسيا هناك كان اتحاد سوفيتي هذا التحول أنا بهمني كتير كباحث خاصة عن التحليل وضعت الصورة بس أنا عايز برضو بس إجابة من حضرتك إسرائيل هل تنتوي إسرائيل للرد على إيران بالنسبة لوضعين الحالي دلوقت هل تستطيع أو تفكر أم تتوقع أن لا يكون هناك أي رد من إسرائيل ما رح يرد ليش لأنه مبارع عاملين بعد تصريحات بايدن أنه أنا سوف أقف معكم أنتو الشعب الإسرائيلي وما ذكرت دولة لأنه هدول الحكومة عم يسبول بايدن يعني اللي حول نوتانياو في إهانات يعني عرفت كيف أمبراطور أنا ما بعتبر رئيس أمبراطور هايدي أمبراطورية حاكمة هذا الأمبراطور الأمريكي لا يتحمل هيك شي عرفت كيف شو صار عندك هنا لأنه لا يستطيع بعد هذي التصريح البيدينية مباشرة للشعب الإسرائيلي الشعب الإسرائيلي واعي مبارع عاملين مستطلع رأي 77% 77% ما بدهم يرد إسرائيلي على إيران وهذا بعتبره واعي أنا وهذه المرحلة سوف تسقط يعني أنا أعتبر نيتانيا هو اللي حاوله انتهى بس بده زمان عرفت كيف وضعت السورة لأنه ما بس أمريكا وانتهاد الأوروبي حتى داخل إسرائيل انتفخ بطن منه عرفت كيف وما أدر ما أدر يحل القضية مع حماس كيف يبدو يحل القضية مع هدوك خارج إسرائيل وضعت السورة سيزعم التوافق الرأي ولا حضرتك ليك رأي أخر صراحة وهذا عفوا هونس نحن في مرحلة جديدة نحن ما بعد الصهيونية وما بعد المحافظين الجدد والصهيونية المسيحية أنا هيك اعتبرتها نحن في مرحلة جديدة هي المقاومة الشيعية بزعامة إيران المحمية خارجية من العالم الخارجي ما شايف ما عميش إلو النظام هون بالعالم الغربي أمريكا وأوروبا حطه شوف هون هذا المجتمع خلينا أخذ رأي سيد أحمد وارجع لك تاني لا بشكل سريع المجتمع الدولي خاصة الغرب وأمريكا في بين بعضهم أنا سميته الدفتر الأحمر هذا الدفتر الأحمر نصه صفحاته حمرة ونصه صفحاته خضرة الصفحات الحمرة شو كان بين بالدفتر هذا إنه إيران خط أحمر ممنوع تغيير نظامه ممنوع الهجوم عليه من الخارج التغيير من الداخل هذا الدفتر موجود في بيت الأبيض موجود في لندن موجود بالإليزي موجود على طاولة شولتسو ميركل ساعة بيجي أي رئيس جديد بيفتح الدفتر بيقرأه وبشوف هذا الأجندات المحطوطة جوا بينفزها مية بالمية هيت متفق المجتمع الدولي فساعة بيجي بايدن أو ترامب ترامب ما إجا قرأ أنه إيران ما منوع تنقب قاعد حوله جون بولتن يحقن فيه ضخة لغير المقدس أنا بسميه مكتوب أنه إيران مثل ما شايفه ممنوع تتغير وضعت الصور سيد أحمد نحن في وضع جديد لو يجب الوقوف عنده أنا ما بيهمني طيارتين ثلاثة صاروخين ثلاثة هذا كله أنا بيعتبرها حركات طوم وجارية